اهلا بكم في حلقة جديدة بمريد بكم عشاء السهرات حلقة النهاردة هي السؤال 22 من مساوئتنا رمضانية اللي عام التالت على التوالي مساوئتنا اللي السنة دي فيها 3 مفاجئات اول مفاجأة فيهم انجازة مساوئة رمضان السنة دي 9500 جنيه 5000 جنيه بتوزع الافضل 10 مشتركين جاوبهم في خلال شهر رمضان و 4500 جنيه بيوجههم ناحية عمل خير زي كل سنة 4500 جنيه دول مساهمة من اصدقاء القناة تالي مفاجأة معنا ان العشر مشتركين اللي هيفوزهم هيبقوا مرشحين انه هما يبقوا مشرفين معنا في جروباتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تالت مفاجأة ان انتم اللي بتختارهم اسئلة المسابقة كل يوم بتكتب اسمك بالعربي وبتكتب سؤال وانا كل يوم بختار السؤال وبقوله باسم صاحبه كمان ما تنسوش ان مسابقتنا السنة دي برعاية موقع هتلاقي لبيع وشراء السيارات المستعملة وممكن كمان من خلاله تعرف اخر عروض على اسعار السيارات الزيرو وكمان تعرف اخر اخبار السيارات من خلال الرابط اللي هتلاقوه اسفل الفيديو وكمان ممكن ان انت تتابع صفحتنا على الفيسبوك والصفحة الرسمية البيج وتبدأ ان انت تدوس عليها اجابة تعمل لها متابعة وهتلاقوا الرابط بتاعها اسفل الفيديو ولو حبيتوا ان انت تتابع حسابي على انستجرام باسم عسان بغنان بالعربي فطبعا ده شيء يشرفني سؤال النهاردة موجه من قناة اسمها كرآن بصوت زمان ما يكتبش اسمه كرآن بصوت زمان والسؤال النهاردة هيكون في نظام التعليق او في العفشة وبيسأل بيقول ما هي اعراض تلف بطاحة او كويتش البطاحة ما هي اعراض تلف البطاحة او ما هي اعراض تلف كويتش البطاحة طبعا البطاحة دي اللي هي بتبقى الجزء اللي اعلى المساعد لانه ما عرفش اسمها ايه بالنسبة لدول المغرب العربي ودول الخليج ما عرفش اسمها هيكون ايه ولكن هي الجزء اللي بيكون اعلى المساعد او اللي بيبدأ للمساعد بتحرك عليه يمين وشمال او هو الجزء اللي بابقى فيه كونكت ما بين المساعد اللي شاهد للعربية المساعد والياي ودفتاعة في الامام والشاسيب بتاع العربية ده هي دي اللي بطح فالسؤال هنا ما هي اعراض تلفها طبعا منتظر اجابات قوية زي ما احنا متعودين ومنتظر خمان انتم تساعدونا في اننا ننشر المسابقة وننشر كل فيديوهات القناة اي فيديو يعجبك او استفدت منه معلومة ابدأ ان انت هنشره في كل مكان علشان تنشر علم يستفد بيه علشان نكبر قناتنا اشوفكم اذن الله على خير في اسئلة جاية كتير وحلقة جاية اكتر ويه سلام عليكم